مساء الخير مشاهدين الكرام أهلا بحضرتكم حلقة جديدة من المواجهة كما حضرتكم على مدار هذه الساعة أنا لما جبريل للأسف دول العالم أجمع بتواجه حاليا أزمة طاقة عالمية بتتزايد يوم بعد يوم الأزمة دي لها عواقب كثيرة وكبيرة على الاقتصاد والتضخم خاصة مع استمرار العقوبات الأمريكية والأوروبية على روسيا الدولة المصدرة للنفط رقم واحد في العالم والمصدرة الأول في العالم للغاز الطبيعي بالإضافة إلى كونها لاعب رئيسي في سوق المواد اللي بيستخدمها قطاع الطاقة ده بيخلينا نقول أن تفاؤل بأن التقالبات الحالية في سوق الطاقة ستنتهي قريبا أمر غير معلوم خاصة مع تحذيرات رئيس وكالة الطاقة الدولية اللي قال إن السنوات القليلة المقبلة لن تكون سهلة لكن هل دول العالم خاصة دول أوروبا مستعدة لتغلب على الصعوبات الناتجة جراء أزمة الطاقة وهل أوجدت البدائل اللي هتعنها على الحفاظ على اقتصادها دول مخاطر أو صعوبات